التأتأ شكل من أشكال اضطراب الكلام يعرف أيضا بالتلعثم غالبا ما يصيب الأطفال في مراحل عمرية مبكرة وقد يلازمهم حتى الكبر متسببا في مشكلات نفسية عدة تنتج عن تعرض المصابين للتنمر والمواقف المحرجة وفي 22 أكتوبر سنويا يحيي العالم اليوم الدولي للتأتأ تضامنا مع المصابين ورغبة في رفع مستوى الوعي المجتمعي فما أسباب الإصابة بالتأتأ وما طرق العلاج وكيف ينبغي أن يتعامل المجتمع مع هذه الحالات هذا ما تحدثنا عنه ضيفتنا الدكتورة راشا سامي استشاري أمراض التخاطف بالمركز القومي للبحوث في مصر أهلا وسهلا فيك دكتورة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك موضوع يمكن بيصيب الأطفال في ناس بيقدروا يتخطوا أو في أطفال بيقدروا يتخطوا أو يكبروا وفي أشخاص كمان بتبقى معهم لحدود معين خلينا نعرف بالأول شو يعني التأتأ شو هو وكيف بيصيب الشخص التأتأ أو التلعثم هو عبارة عن اطراف الكلام زي ما حضرتك قلت بيبقى شكله عن طريق إطالة مثلا في الكلام أو عن طريق تكرار لبعض الكلمات أو الحروف أو المقاطع من الكلمة أو ممكن كمان يكون عن طريق تقطع في الكلمة بيعتمد على إيه شكل التلعثم بيعتمد على درجة التلعثم عند كل طفل طبعا مش شرط إنه هو يكون طفله صغير أو أكبر شوية لأ ممكن بيجي على يعني بنكتشف على حسب على حسب درجة التلعثم يعني مثلا ممكن حد يجي أهله مثلا بيشتكون وهو عمره 80 يهو بيتلعثم هل هو ابتدت تأتأ أو هو عن 80 لا ممكن يكون قبل كده بشوية بس الأهل ما أخدوهش بك وفي أهل تانين ممكن يجيبوا طفل منه عنده سنتين ابني بيعيد الكلام أو بيكرر الكلام أسباب التأتأ أو أسباب التلعثم أو للأسف ما فيش سبب معين كلها إدراسات ما فيش سبب قطعي إنه الحاجة دي بتؤدي للتلعثم بس فيه أشخاص بيقولوا إنه التلعثم سببه ممكن يكون وراثة وفيه أشخاص بيقولوا إنه يمكن يكون هو عنده مرض نفسي أو حالي نفسي ووارد كلها كلها يعني لما بنعمل استادي بنلاقي مثلا بعض الأشخاص السبب عندهم جينات بعض الأشخاص تانين سبب عندهم بعض الأشخاص السبب عندهم وراسي فهو مختلف من ما فيش سبب واحد أجمع عليه كل إدراسات إنه هو ده السبب اللي هو بيؤدي للتقطع إزاي بنتعامل مع التقطع بتعامل معيها على حسب أولا بيجي الطفل طبعا هو فيه ناس بتجينا بتكون كبيرة يكونوا ما خدوش تيرابي ما خدوش علاج وهو صغيرين وتيجي بقى دول بيكون حالتهم النفسية أصعب بيكون خلاص هو قافل على نفسه مش قادر يتعامل مع المجتمع خلاص اتعرض تنمر كتير جدا وهو صغير أو حتى ما عندوش ثقة في نفسه فبالتالي دول بيحتاجوا مع السبيتش ثيرابي مع العلاج عند الدكتور أمراض تخاطب كمان علاج نفسي بالنسبة للصغيرين طبعا التدخل بيكون أحسن التدخل المبكر هو أفضل حل للمشكلة تتعطأ يريد أي أهل لما يلاقي عند ابنه أي مشكلة في الكلام أي أن كانت هي يريد نلجأ لدكتور أمراض تخاطب نروح نشخص الطفل حتى لو ما لقناش عنده مشكلة فحنا كده اتمن لكن بلاش نسمع للناس اللي حولينا استنى شوية هيتكلم إن شاء الله هيبقى أحسن ده أنا كنت كده وأنا صغير كل ده كلام يعني بيضيع من وقت الطفل يعني أول ما يشوفوا الأهل عم بيبلش الولد يتأتق بيخدوه عند الطبيب يعني حتى لو عمره سنتين أو ثلاثة طبعا طبعا لأنه فيه أوقات كتير قوي بيكون الطفل ما عندوش حصيلة لغوية كافية فبيبتدي يعيد الكلام ويقرروا مين اللي يقدر يحكم في حاجة زي دي هو دكتور أملاد التخاطب صحيح طب فيه أي نسبة معينة أنه يمكن فيها نقول مثلا أن نسبة 80% من الأطفال اللي يكون عندهم تأتق بتروح مع الوقت يكبره ولا هي ما فيه نسبة لأنه يمكن كل شخص عنده حالة بتختلف عن الثاني ما قدرش أقول نسبة معينة بتتحسن بالسن ولكن درجة التلعثم قدقي درجة التأتق عند الطفل ده قدقي ودرجة التدخل كانت قدقي وهل الأهل كانوا ملتزمين في العلاج ولا لا وهل الأهل يتعاملوا صح مع الطفل ولا لا لأنه الدور الأساسي مش بسر الدكتور الدكتور بيشوف الطفل في وقت لكن بعد شوية هو الدور الأساسي على البيت الطفل معظم وقته بيقضيف البيت وفي المدرسة فلازم الأهل يبتدوا يتكلموا مع المدرسة إنه محدش يدي الطفل يبتدوا يفهموا مدرسينه يبتدوا يفهموا الأطفال اللي حواليه صحابه العيلة إزاي نتعامل مع الطفل إزاي ندير وقت إزاي نسمعه إزاي فكرة التعامل إذا ما بيجي لنا أي حد من الأهل ابنه عنده تأتأ أول حاجة بنعملها إننا بنعمل حاجة اسمها كاونسلين بشرح للأهل كيفية التعامل مع الطفل ودي ممكن أقولنا هي 80% من تحسن الطفل الأهل دورون كتير مهم مثل ما قلنا يساعدوا الطفل يتخطط تأتأ بس فيه مثلا إشياء فيه يعملها داخل المنزل الإشياء فيه المقدمة يتخطط تأتأ طريقة خطوات يعني فيهم يعملوها الأهل طبعا طبعا أكيد أول حاجة لازل نكون الأهل كأهل بنتكلم من راحة جدا في البيت بلاش نتكلم بسرعة لما بنتكلم بسرعة بيكون فيه مشكلة إن الطفل عايز يتكلم زينا بسرعة كل ما هيتكلم بسرعة كل ما هيتكلم كبير فأحسن حاجة إن احنا نتكلم بالراحة إن احنا دايما نسألش للطفل أسئلة طويلة. يعني عملت النهاردة في المدرسة. ده سؤال طويل جدا وإجابته طويلة جدا. نبتدي نأثر على الطفل. يقول له مثلا لعبت مع مين النهاردة في المدرسة. فالإجابة هتكون قصيرة فهيبقى عنده ثقة في نفسه فهيجاوب أحسن. أبتدي أقول له مثلا كلت النهاردة في المدرسة. يبتدي يرد علي كلب وتأذر اللي كله فيبتدي يبقى عنده ثقة أكتر في نفسه. دائما بشكر في الطفل ووزود ثقة في نفسه. بس مش بشكر في الطفل ووزود ثقة في نفسه عن طريق الكلام. لأن دي المشكلة اللي عنده. لكن مثلا لو رسم حاجة حلوة. أقول له برافو رسمتك حلوة قوي. عمل حاجة حلوة في الرياضة. أقول له شاطر برافو عليك. شفت أنت النهاردة مثلا كسبت أو عملت حاجة حلوة. يعني نعطي معنويات حتى لو. هل معنويات مقلة علاقة بالحكة أو بطريق مثلا. هي لازم ما يبقى لهاش علاقة بالكلام. لأنه لو أنا شكرت فيه هو بكلم كويس. لما هيجي الكلم وحش هيبقى. هو عارف أن أنا كده مددئة منه. فأنا لازم أشكر في أخلاقه التانية. بديله ثقة في نفسه في الوقت التاني. أحاول دايما أعمله صحاب وخلي صحابه متقبلينه. علشان ما يحسش بالرفض. المشكلة النفسية لما بتحصل عند الناس اللي بيقولنا هم الكبار أنه معرفش يعمل صداقات كتير وهو صغير. أنه خايف يدخل يكلمك مثلا أو يكلم حد تاني. علشان عارف أنه هو هيتلعثم أو هيبتدي مش قادر يتكلم. وبيبتدي الموضوع يصعب أكتر. الأهل ممكن يعمل وقت تاني. ممكن دايما يكونوا بيدوا وقت للطفل. يعني لما ييجي مثلا الطفل بيتقتى قدامي وبييجي يعيد الكلام أو أيا كانت درجة التلعثم الموجودة عند الطفل. يريد بلاش ريأكشنز على الوش. أنا عارفة أنه الأهل أكيد متأثرين. أكيد أكيد. طبيعي ولدهم. فطبيعي أنهم يكونوا متضايقين. إذا تأثروا إذا عدتوا إكسبريشنز على وجههم هل ممكن تزيد النسبة؟ تزيد طبعا. فيريد بلاش ريأكشنز ولا باستوب ولا نجاتب. بمعنى أن أنا بلاش أبين أن أنا متضايق قوي على ابني وبلاش أستعجره. يلا خلص بسرعة في الحالتين مضر للطفل. لازم أعمل ماسك فيس. لازم يبقى وشي كأن الطفل عادي جدا. بعدما يخلص على فكرة ممكن الأهل يأخذوا كل ريأكشن اللي هم عايزينه. يريد أن الأهل يتقبلوا أولادهم. ودي أهم حاجة. وإن سنة تقبلت مشكلة ابني أنا عارف أتعامل معاه وهعرف أحل مشكلته. لأنها مشكلة ممكن تتحلل بالتعامل بتاعي أنا في البيت معي. هنا نحن حكينا عن دار الأهل ولكن في دار كمان كتير مهم هو دار الأسادزة والمعالمين بالمدرسة. يعني شو هي الأمور اللي لازم يعملوها الأسادزة مع الأطفال اللي بعانوا من التقطع. نفس الحاجة إن إحنا بنده الوقت للطفل عشان يتكلم ما بستعجلوش. يا ريت لو أنا مثلا عارف إن أنا عندي وقت معين فلازم الأولاد يجاوبوا بسرعة. بلاش أستثني الطفل دوت من الرد بسرعة لأنه أي حاجة فيها سترس هتزود التلعصة معادي الطفل. وده طبعا بيكون تعاون بين الأهل والمدرسة. يعني لازم الأم أو الأب بيروحوا يشرحوا المدرسة حالة الطفل. بياخدوا تقرير من الدكتور يشرح لهم بالتفصيل. زي بعض التوصيات. زي المدرسة ممكن تتعامل مع الأطفال اللي عندهم مشكلة. ويا ريت كمان يتعمل يوم في المدرسة يشرحوا الاختلاف. لأن لازم الأطفال يتقبلوا اختلاف. أي أن كان الاختلاف هو أي. ممكن يكون اختلاف تعليمي. ممكن يكون اختلاف في الكلام. ممكن يكون اختلاف في أي حاجة. حتى في الشكل. تقبل الاختلاف وتقبل الآخر. طيب. في أشخاص يمكن أو في أطفال وقت يكبروا بتظل معهم هذه المشكلة التأتأة. ولكن كمان بنسبة معينة في أشخاص بيقدر يعملوا كنترول عليها. بيقدر يمكن يركزوا قبل ما يحكوا. وفي كمان أطفال بتظل معهم بترفقهم للكبر يعني. فوقت الواحد يصير بعمر يمكن كبير أو ناضج. خلال نقول بركة بعد 16 أو 18 سنة. كيف لازم هون يتصرف. إذا الأهل ما كانوا استدركوا الوضع منه وصغير. بتحصلنا كثير قوي. بيقلنا ناس كبيرة. أهلهم ما ودوا همش للدكتور لأنهم ما يعرفوش. أي أن كان ما يعرفوش لي مش مشكلة. هم ما يعرفوش. على حسب المشكلة اللي عند الشخص اللي جاي. حد عن 18 سنة وجاي هل هو جاي عشان يحسن كلامه عشان عنده مشكلة صغيرة؟ ولا هل هو مش قادر يتكلم خالص؟ ولا هل المشكلة دي مأسرع عليه نفسيا لدرجة أنه هو مش قادر يتعامل مع الناس اللي حواليه؟ فدود برضو بيعتمد على درجة التلعاصم عند الشخص اللي جاي. لما بيكون جاي خلاص حد فقد استقف نفسه ومعندوش صحاب كتير. متأثر نفسيا جدا ومش عارف يتعامل. طبعا بيكون العلاج جزء من اتنين. أول حاجة دكتور أمراض التخاطب طبعا. وبيندي الجلسية ساعد بنستخدم بعض الأجهزة الإلكترونية. ساعد بنستخدم طريقة علاجة عن طريق النفس. أو أيا كان طريقة العلاج المناسبة على حسب طبعا السيفيريتي ودرجة التلعاصم نفسها. وكمان بننصح ساعدها أن هو لازم يبتدي يتعامل مع دكتور أمراض نفسية علشان يبتدي يحسسون هو يتقبل نفسه. لأنه فيه كتير جدا منهم بيبقوا رافضين نفسهم. ودي هي بتبقى المشكلة. يعني على أمل كل الأهل اللي عم يحضرون يكونوا استفادوا من هالنقطة اللي حضرتك قلتين لأنه فيه كتير يمكن أهل بدون شوي التوعي على هالموضوع. وفيه أشخاص كمان مثل حضرتك أنا. أوقات بتعلق معي. بعمل بضبط الوضع. فموضوع كتير مهم. ونحن نتشكرك لوجودك معنا. شكرا لأليك الدكتورة راشا. سامي استشاري أمراض تخاطب بالمركز القومي للبحوث في مصر. أهلا وسهلا. شكرا. شكرا.